هناك تبادل للقصف الروس قتلوا اليوم 13 شخص مدني في سوق مدني الأوكران الهجوم بدأ يتقدم يبدو أنهم كسروا نقطة الدفاع الأول أو حاجز الدفاع الأول أو جدار الدفاع الأول لروسيا عملت ثلاث خطوط الجدار الأول أو خط الدفاع الأول وفيه 60% من القوات الدفاع الثاني في 20% والثالث في 20% في كثير من المواقع استطاع الأوكران أن يحدثوا اختراقات هائلة في خطوط الدفاع الأولى وهذا شجع حتى بلينكون للوصول إلى أوكرانيا وإلى تقديم مزيد من المساعدات للأوكران أكثر من مليار دولار قدمت عن طريق الخارجية إضافة إلى مبلغ آخر معتبر قدم من طرف البنتاجون البنتاجون الذي قال بأنه سيرسل دبابات أبرامز في أقرب فرصة ممكنة مع ذخيرة ومع يورونيوم منظب إلى مواقع القتال لكن أهم شيء أربما ما تكلمناش على زيارة أردوغان المرة اللي فاتت وقضية الحبوب ما الحبوب أهم منها أهم من زيارة أردوغان هو الإطاحة بوزير الدفاع الأوكراني وتعيين وزير الدفاع آخر لكن الخاصية الأولى في هذا الوزير الدفاع الآخر هو أنه لأول مرة في تاريخ أوروبا أي بلد أوروبي إذا استثنينا طاعة الحال البوسنة والكوصوفو وألبانيا اللي هي بلدان مسلمة أو غالبية مسلمة لأول مرة في بلد أوروبي المسلمين في أقلية وأقلية صغيرة مش كثير يعين يعين وزير الدفاع مسلم من هو هذا الوزير؟ هو هذا رسطان أميروف رسطان أميروف هذا هو من أصل تاتاري والتاتار هذا هو تاريخ قديم وكبير جدا ما كلا ندخله في تفاصيله لكن كان من بين الذين رحل سطالين المجرم آنذاك رحل مئات الألاف من التاتاريين من مناطقهم اللي تسمى في جزيرة القرم شبه جزيرة القرم وفي تاتارستان أيضا داخل روسيا فرحل مئات الألاف منهم مثل الشيشانيين أيضا رحل مئات الألاف منهم ومثل قوميات أخرى حتى غير مسلمة سطالين كانت عنده سياسة كل ما يشك في قومية معينة يشتتها عبر بلدان الاتحاد السوفيتي وكثيرا ما كانوا يموتون النساء والأطفال والشيوخ في رحلات مرات تدوم سبعة أيام عشرة أيام في قطارات سطالين الأربعينات والخمسينات وأعيدت هذه السياسة ووقفوها في منتصف ثمانينات وعاد هذا الشخص اللي هو رسطم أميروف مع أسرته وهو من موالي 82 وعاد إلى أوكرانيا ودرسها في أوكرانيا واشتغلها في البزنس كثيرا قبل أن يدخل السياسة في 2019 كنائب وها هو اليوم يعين كأول وزير دفاع مسلم في بلد ليس في أغلبية مسلمة في أوروبا هذا طبعا تغير هائل لكن قالوا من أنه عين نتيجة لقدراته التفاوضية عرف في المفاوضات مع الروس في عدة مرات ونتيجة أيضا لعلاقاته ونتيجة أيضا لأنه أصله من القرم وأوكرانيا تسعى لاسترجاع جزيرة القرم شبه جزيرة القرم ويبدو أنه أيضا بموافقة غربية بدلت الحال أوكرانيا لا تقوم بأي شيء الآن بدون أن يكون هناك ضوء أخضر غربي لأن الغرب هو الذي يدفع لكن الغريب في الأمر شوف باش يوريلك العبث وعلاش خدع حتى بوتين خدع شوفوا هذا الفيديو وشوفوا هذا الفيديو كبار أنصار بوتين من صحفيين من سياسيين حتى فيهم رئيس روسيا البيضاء لوكاشينكو هذا كلهم يقولون أوكرانيا كيف إذا لما يعلن قرار الحرب الصباح في العشية سنشربه في أهلتين بعبارة نحن سنتغدّو هناك كيف نخطوها في ست ساعات حتى الرئيس رئيس بيلاروسيا خرج يقول 3 أيام 4 أيام يتم السيطرة على كيف وعلى أغلبية أوكرانيا هذا الكلام كان كله قبل بداية الحرب طبعا هذا الجو والطاق يحب يصدق أولئك الذين ينفخونه وينفخونه في أذنيه خلّى بوتين يعتبر بأن العملية عسكرية سريعة حتى خرج الإعلام الروسي يوم كم سيادهم كان فيه صراع بين بعض الجهات بين أولئك اللي يقولوا قد يأخذ الوقت أسبوع للسيطرة على كيف وأولئك الذين يقولون أنتم تخصكم الوطنيا أنتم متحبوش الجيش الروسي متحبوش بوتين جيشنا سيسيطر في 24 ساعة أو في أسوأ الحالات في 48 ساعة ذباب مثل ما هو ساعد اليوم من حين لآخر في بعض القضايا الذبابية الذباب وهؤلاء الحكام هنا في الحالة هذه بوتين ساعد بذلك الكلام الذبابي لدرجة أنه لما خرج مدير المخابرات الخارجية وشفناها في الفيديو كلها يوم الغزو لأن بوتين بثوا مدير المخابرات الخارجية بديت لك لك يعني قال له بوتين أنت مع غزو أوكرانيا أو لا مع العملية الأسكري قال له معها ولكن يجب أن نأخذ بعض الاحتياطات إلى آخر قال له لا معها أم لا وتعامل معها كما يتعامل معلم سيء الخلق مع طفل في الابتدائي بهدلوا إلى درجة مدير المخابرات الخارجية قال له معها قال له أنا معها خلاص أنا معها فرحوا والفيديو موجود وأنا كنت وريت لكم مراتين أو ثلاثة بمجرد أن أبدأ قليل من يقول له نأخذوا شوية احتياطات إضافية لماذا؟ لأن بوتين كان يسمع إلى هؤلاء ويسمع إلى نفسه لم يسمع إلى أولئك الذين يقولون الحقائق كما هي حتى ولو كانت مؤلمة حتى ولو كانت ليس على هواه لم يسمحها معجبوش حال مشكلة الطاغية هو أنه عندما لا يسمع إلا الأذناب متاع ممكن يكونوا آخرين يكون عندهم رأي ويسمع منهم ممكن يجي رأيهم موافق جيد لكن ليس الأذناب لأن الأذناب سيكون دائماً يزايدوا عليك ويسهلوا لك الأمور ويقدموها لك في أفضل صور هاو غرق أنا الآن ما يشتلث أيام ولا أسبوع ولا شهر ولا ست شهر ولا عام أنا نقترب من عشرين شهر وهاو يغرق والغرب بالنسبة له فرحان ما عندوش مشكلة كبيرة اليوم خرج المتحدث باسم الكريملين بيسكوف هذا قالهم إن الغرب يحرض الأوكران وسيقاتل حتى آخر أوكراني وقال في مقطع آخر قالهم لكن هذا لن يفيد أوكرانيا دعم الغربي لن يفيد أوكرانيا ولذلك تجد هذه الدعاية الروسية متهافتة يعني ضعيفة هشة من جهة يقولون نحن نحارب الغرب بربعين دولة وهذه الدول هي لتدعم أوكرانيا ولولا الغرب لا كنا انتصرنا على أوكرانيا إلى آخر ومن جهة أخرى يقول لك أن الدعم الغربي لن يؤثر في الأحداث ولن يؤثر في الحرب عليكم أن تختاروا عليكم أن تختاروا هل الدعم الغربي يؤثر وعطى الانتصار الروسي المزعوم أم لا يؤثر هذا هو لكن مش في اتنين